أهلا بكم قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فمن هم هؤلاء المتقون أما المتقي فهو كل من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية وهو كل من جعل بينه وبين غضب الجبار وقاية فلما فهمنا معنى المتقون استطعنا أن نعرف التقوى بأنها العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل فهؤلاء المتقون هم جماعة من الأخيار والأفاضل بالبلد يعني الناس الكمل اللي اختاروا طرق طريق الضلال وهم يعلموه واختاروا طريق الفلاح وهم يعلموه فكل من يعلم طريق الشرك ويتركه ويتجه إلى طريق التوحيد فهو من المتقين وكل شخص يعلم طريق المعاصي ويتركها لله ويتجه للطعاط فهو من المتقين وكل من تزينت له الفهشة وقالت له هيت لك فخاف من الله وتركها وذهب إلى فضائل الأعمال فأكيد هو من المتقين قال الإمام ابن رجب رحمه الله أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي فعلى سبيل المثال يجب أن تعلم معنى الربا ولماذا هو حرام ثم تكرر أن تتركه في سبيل الله وتتجه إلى التجارة والبيا والشراء فبذلك تكون من المتقين وأيضا يجب أن تعلم أثر النظر الحرام إلى النساء الأجنبيات ثم تكرر أن تغض بصرك عن هؤلاء النساء فبهذا تكون من المتقين ذات مرة رأى سيد شباب الجنة الحسن رضي الله عنه أرضاه شخص يدعى فرقة السرخي وهو يرتدي جبه من الصوف فقال له ثلاث مرات يا فرقد إن التقوى ليس في هذا الكساء ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وعموما فإن التقوى ضرغات ومنازل قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني إن شاء الله علشان نكون من المتقين بنمر بالمراحل الأتية أول مرحلة اتقاء الشرك بالله ثاني مرحلة اتقاء المعاصي والكبائر ثالث مرحلة اتقاء الشبهات رابع مرحلة والأخيرة ترك فضائل الأعمال وقد تكون من المباح مخافة النقع فيما حرم الله قال الحسن رضي الله عنه أرضاه ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام الحقيقة ناس كثيرة مننا بتنخدع بمظاهر الأعمال تجد الإنسان شكله ما شاء الله طقي يقوم الليل ويصوم النهار تطوعا لكن في الحقيقة معاملات كلها ربا فكيف يكون من المتقين قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله والتقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين قال الله تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وجعل الله عز وجل خير ما يتزود به المؤمنون التقوى قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أما عن ثمرات التقوى فهي كثيرة لا تحصى ولا تعد منها البشرى بما يسر في الدنيا والآخرة قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم والبشرى بالعون والنصر قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والتوفيق للعلم قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وهناك أيضا البشرى بتكفير الذنوب وتعظيم أجر متقين قال الله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وضامن الله للمتقين الرزق الواسع دون عناء أو مشقة قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبشر الله عز وجل بمحبة المتقين اللهم اقعنا منهم قال الله عز وجل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وبشر الله المتقين بكبول أعمالهم وعدم ردها قال الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين وبشر الله المتقين بالفوز بالجنة قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون وبشر الله عز وجل المتقين بالقرب منه يوم القيامة والتمتع برؤية الله عز وجل قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحقيقة هذا الأمر يطول فثمرات التقوى تتعدى ذلك بكثير جعلنا الله من المتقين جزاكم الله خيرا